اليوم رح حكي شوية عن التمثيل والدراما يعني شوية هيك رح أخد فكرة منهم ما بعرف قداء انت بتحضر مسلسلات ما بعرف قداء بتنتبه على لقطات أو مشاهد بس أنا من الأشخاص اللي كتير بدقق على مشاهد أنا بخبع لفكرة أوقات حتى إذا شيء مش حاضروا أبداً مني فيه يعني مثلاً ممكن كون عم بنقل بدي شوف شوفيه على التليفزيون بيطلع لي مشهد مثلاً بمسلسل مش شايفه أو بحايل بس المشهد التمثيلي بحد ذاته بس بدي شوف شاهد لك نظرة لا بيعنيل أنا اليوم مش رح أحكي على المشاهد الحلوبة رح أحكي على المشاهد شوية بتستفزني مبارك مبارك قداء انتبهت شي مرة على الممثلات بالتحديد الممثلات لأنه أكيد مرة اللي بتكون عم تمسح الأرض وقتل بيكونوا عم ياخدين دور إنه هن عم يمسحوا الأرض هنه عم يحكوا يعني هن والمشهد ماشي يعني بيكونوا عم يمسحوا الأرض ما بعر إذا منتبهين أن ت再見 رأسذا ام حلم يسهلوا ويرجعوا وهيك beingurrr которые писают ويكملوا المشهد أو مثلاً يجدون مسكين الممسحة وهيك يلا يلا راح يرجع على نفس البلاطة بلس عتقي هاي البلاطة بلاس في غيره انو بتلاقي يجدون مركزين بالمشهد مركزين مع البطل مع الممثل يلي معاوا وتركين هيدا الشي عم بروحوا يجي بييدانو انا بهذه اللحظة بضل عم روحوا اجي مع البنسة كل شي وبضل عم روح أجي لحتى يجيني هيك إنه إنه بليز إنه مخرجين بليز انتبهوا عن جد قد ما كان المسلسل قوي وقد ما كان المخرج بطل عن جد بيكون المخرج كتير قوي بس لما بتوصل استعلم ممثلة عم تمسح الأرض مدري شو بيصير بالدنيا أو مثلا أو مثلا هلا تذكرت مثلا كماما شهدتاني كتير بيستفزني بتنتبه الشي كيف بيضبوا غراضهم الممثلين شباب وبنات أي شيء تلاقيهم مثلا إذا مسافرين فرحانيين مبسوطين تلاقيهم بياخدوا غراضهم ملخزان هيك يا الله دغري هيك دغري على الشنطة ذات يعني ملخزان هيك وأنا عيدا الشي إنه طب كيف هيك أنتو يعني إنه أنا مثلا نضل قبل ثلاثة أيام عدت لانه هم كيف ضرورة التمثيل يعني لا بس إنه يعني إنه كتير مستفزة للقصة أنه شي مرة هيك شفت حدا هيك عم يطوي الغراض شوي شوي بيرواء خايف ليقوموا يخربوا لأنه رح يلبسهم بعد السفر تلاقيهم كلهم يلا هننا مبسوطين هنو زعلانين هم يحطوا فهول مشاهد كتير عن جد كتير يعني بيخلوني من جوا أنا هيك إنه إنه بليز والفكرة أنه عن جد بروح دغري للمخرج هلأ بالنهاية هنا الممثلين الوقت تبعهم وحياتهم وحيات الشهرة يلي بعيشوها الانشغال الدائم تبعهم بخليهم ما يتدربوا على هول الأمور الصغيرة يعني حقهم لأنهم ما بيكونوا متدربين كيف يمسحوا الأرض وهيدا الشي طبيعي بالنسبة لأشخاص مثلهم أكيد مش رح تكون قاعدة ببيت أو غالبيتهم تمنكن عم نشمل الكل قاعدين عم يتدربوا بالبيت كيف بيمسحوا فهيدا الشي طبيعي مش عملينو بالبيت مش رح يعرفوا كتير يعملوا لما بيكونوا عم يتدربوا عم يعملوا مشهد بالتيفي بيكونوا عم حطين كل تقلهم بالبكي بالضحك بهول الأشياء مش بالأشياء اللي صغيرة السنوية الفكرة أنه نحنا كمان بحياتنا المسيحية أو بمسلسل حياتنا إذا بدك كتير من الأحيان منعيش نفس القصة ومنبين كتير ضعاف قدام الناس كتير ضعاف قدام الناس بمشاهد صغيرة مثلا مثلا ياما ياما أنا رح أحكي عن حالي أول واحدة ياما بنسئل أسئلة أو من زمان كنا ننسئل أسئلة تكون كتير بديهية وكتير تافهة بس ما بنعرف نجاب نوقف هيك قدام العالم أنه أوكي طب ليهك الرابط ليهك الله تبعكم ليهك تلاقينا أنه مع أنه هي بتكون البديهيات يعني مش بالضرورة أنك تكون دارس لهوت أو متعمة لا بس القصة بحاجة لتدريب نحنا مش عم نعمل وياما كمان ككنيسة ما نبين ضعاف قدام المجتمع ليه لأنه مش عم ناخد دورنا الحقيقي مش عم ناخد دورنا ببيوتنا بأنه نصلي بأنه نتشفع لبلدنا بأنه نكون عن جد بالمحل الصح بالمكان الصحي اللي لازم نكونه وهيدا الشي بخلينا نبين ضعاف قدام المجتمع ضعاف قدام الناس اللي حولينا بيقولوا شو ضعيف المخرج تبع حياتكم مين المخرج تبعنا نحنا الله كيف أنا قلت أنه ولو يا مخرجين نفس الشي العالم بيقولوا بيقولوا عن جد شو ضعاف هول شو ضعاف هدول الناس أو شو ضعيف المخرج تبع حياتهم اللي دايما بيحكوا فيه ودايما بيقولوا الراب والراب قراءة الكلمة المسابرة على الصلاة التعمق شوي بكل مش بس أنه نقرأ يعني نفتح الكتاب لمقدس نقرأ أي ونرجع لأ بس في دور علينا أنه نتعمق هدول أشياء كتير مهمة لحتى الناس اللي عم تشوفنا مبارا يقولوا عن جد هدول أشخاص حقيقيين التدريبات اليومية اللي بنعملها ب بيتنا اللي يمكن أحيانا كتيرا بنستقل فيها هي كتير أشياء أساسية لحتى لما نطلع لبرة ما نكون كتير ضعاف يعني أنا اليوم إذا بنا نرجع للدراما من واحد من عن جد من أكتر المشاهد اللي بيعلقوا براسي كنا عم بتفرج على مسلسل باب الحارة فواحدة من الممثلات كانت عم تعمل كبة وعم تحكي يعني المشهد شغال أنا اللي لفت لنظري أنه كيف هي عم تعمل كبة هالقد فظيعة بعمل كبة إنه شو شاطرة والقصة مش هون يعني القصة مش تركيز هون بس أنا عم ركز على هيد الشي اللي كتير صغير واضح أنه بتعمل كبة مية بالمية فشو قلت أنا قلت أنه واضح أنه هاي كتير شاطرة بالطبخ يعني واضح أنه هاي المخلوقة كتير شاطرة بالطبخ ونحنا نفس الشي بحياتنا في كتير أشياء صغيرة وكتير مواقفة صغيرة رح تلفط نظر اللي حولينا ورح يقولوا عن جد هدول هيك ببيوتهم عن جد هدول عن جد حقيقيين ببيوتهم نحنا اليوم قدام خيارين يا أما منكون شهادة لإلهنا ومنعكم صورة عن جد مخرج رائع لحياتنا من خلال تدريبات يومية من قوم فيها الله دايما بيقلنا بيقلنا أنه كونوا عايشين الكلمة مش بس أنه عم تتعبوا يعني القصة بدها شوي يتجهد يا أما قدام واقع تاني أنه الناس يكونوا عم بيشوفونا يقولوا أما شو هل شو هل إيمان هيدا اللي موجود بس بالكنيسة وبالدايرة هاي بينما برا أو بالأشياء التانية مش كتير موجود بكتير من الأحيان كل حدا فينا ممكن يلجأ للتمثيل تنكون حقيقيين يعني تكون أنا حقيقية في كتير من الأحيان ممكن نلجأ للتمثيل لكن مش دايما رح تثبط معنا في أشياء صغيرة رح تبقى تكشفنا في أشياء صغيرة مش عم نتدرب علي مش لأنه نحنا منا بشر مية بالمية مش عايشين ومش بس هيك مش عم نتعب لحتى نلغية مثل الغضب الكره عدم الغفران وكتير أشياء رح يبيننا ضعاف اليوم صلاتي أنه نكون عايشين هذه الكلمة ببيوتنا صلاتي عن جد أنه ندرب حالنا بالساعات وأنا أول وحدة يعني مش رح كون عم بحكي للناس أنا أول وحدة محتاجة أن أدرب حالي بالساعات البس سلاح الله الكامل خوزة الخلاص مش بس بره إنما بغرفتي ببيتي تكون مسأل عن يسوع